السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونجدد الترحب بكم الى كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين ما زلنا نقوم بالتأمل والتدبر في ايات الله في القرآن الكريم الذي ننظر فيه حسب التنزيل ما زلنا في مكة المكرمة في العهد المكي الاسلام غريب فطوب للغرباء والاسلام مستضعف ولكن القوة والانتصاص فتأتي قريبا بإذن الله ربنا يتبث قلب نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يروي له قصص الانبياء وقصص الاولين ويحدثه عن المصير مصير كل قوم من اخلصوا النية لله ووحدوه وصاروا لطريقه المستقيم كانت لهم الحياة الطيبة في الدنيا وحسن المآل في الاخرة اما من تجبر وتكبر وحارب الدين فان مصيره الى البوار المبين والعياد بالله ما زلنا ننظر في سورة الاعراف وهي كما ذكرنا من المفصل في القرآن الكريم طويلة فيها احزاب كثيرة وفيها قضايا متعددة لكن هي في الاصل تؤكد على محور اساس وهو توحيد الله وتاكيد البعث والنشور وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه القضايا المتعددة هي نحو قضايا ثلاثة جوهرية توحيد الله اولا ان ربنا عز وجل يريد ان يغرس في قلوب المؤمنين بانه هو الواحد الفرض الصمد والقضية الثانية ان هناك بعث ونشور يعني بعد الموت ليس هناك نهاية بل هناك بداية لحياة ممتدة فيها الخلود الابدي والقضية الثالثة هي الصدق ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اخبار القرآن ومن اخبار الاولين والاخرين فان هو الا وحي يوحى وصلنا ايها الاحباب الكرام الى قول الله تعالى من سورة الاعرف الاية مئة واثنين ابتداء من الاية مئة واثنين ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين لتحدث ربنا عن الامم السابقة الذين سلف ذكرهم لما تحدثنا في القصة السابقة عن نوح عليه السلام وعن قوم هود وعن قوم صالح وعن قوم نوط وعن قوم شعيب كل هؤلاء ربنا تحدث عنهم ماذا قال وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال ان كنت جئت بآية فأتي بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قومه من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا ثمرون قالوا ارجهي واخاه وارسل في المدائن حاشرين يتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كن نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون من نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله مولانا العظيم هذا المقطع من سورة الاعراف يحدثنا عن قصة حقيقية واقعية دارت رحاها في مصر وكان بطلها سيدنا موسى عليه السلام وعدو البطل كان هو فرعون والديكور كان هو القصر الفرعوني وكل من سوف يسافل في هذه القصة هم مجموعة من الصحرة زائد اتباع سيدنا موسى من بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى لماذا يحكي كل هذه القصص انه يريد ان يثبت قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يواجه خصوم الشداء من سناضيذ قريش وكفارهم ومشركيهم وكأن الله تعالى يقول له يا محمد اسبر واحتسب فجميع الانبياء والرسل من قبلك كانت لهم مواجهة الحياة هي عبارة عن مواجهة وعبارة عن صراع بين الحق والباطل بين الكفر والايمان بين الخير والشر فكل ينبغي ان يأخذ موقعه في هذه المواجهة والعاقل من انتظم في صف الايمان وصف الخير وصف الدعوة لله رب العالمين بعد ان قص الله تعالى قصص الانبياء السابقين وكان منهم صالحون كتر ولكن كان ايضا منهم فاسقين كتر قال ربنا عز وجل ثم بعتنا من بعدهم اي سيدنا موسى غادكون بعد الاقوام السالف ذكرهم كان ادم عليه السلام بعده ادريس ملقب بشيت ثم نوح ثم هود ثم صالح ثم لوط ثم شعيب وهنا سوف يأتي سيدنا موسى عليه السلام ثم بعتنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فرعون هذا يسمى رمسيس الثاني كان رجل ربنا اعطاه كل خير اعطاه عمر طويل قيل عاش طويلا جدا ولم يكن يمرد قط ما اعتبت انه اصيب بوعكة صحية واعطاه الله مالا وفير وكان امره مطاع كل ما يتمنه المرء اعطاه الله تعالى لرمسيس الثاني فاذا به يشعر بالكبرياء وبالخيلاء وبالعجب وسوف ينصب نفسه ليس حاكم سوف ينصب نفسه اله قال انا ربكم الاعلى وتفرعن فرعون تفرعن بمعنى انه اخذ كل السلطات وتجبر وتحكم في النفوس والعقول والقلوب والارزاق وفرعون هذا كان له شعبان هناك شعب الاقباط وعنده شعب بني اسرائيل شعب الاقباط يشكلون الاكثرية كانوا يعيشون في ارض مصر وشعب بني اسرائيل كانوا يمثلون الاقلية الاقباط كانت عندهم امتيازات عند حقوق الانسان عندهم اخذ هبات الدولة الاستفادة من امتيازات الدولة في حين ان الشعب الثاني لوبني اسرائيل كانوا مستضعفين في الارض وكانوا يتعرضون لالادلال وللخضوع ولا يعطون الا القليل فلم يكن عندهم من قوي ممكن ان ينتظموا في نظام ويطالبوا بالحقوق ما كان احد يجرؤ ان يتكلم زعيم او قائد او حتى متمرد ما فيش الشعب كان خاضعا وكان مستسلما الى ان سوف يأتي سيدنا موسى الكليم عليه السلام كان قويا فرعون في عهده انتشر السحر وانتشرت قراءة الفنجان وقراءة الافلاك وقراءة الكف وقراءة كل ما يطلع بالغيب اكبر فترة زمنية كان فيها السحر والشعودة واستطلاع الغيب عن طريق النجوم والافلاك وعن طريق الرمال والكف والفنجان كان في عهد فرعون اكبر نسبة من السحر ومن المشاودين كان فرعون يستعين بجيش عسكري قوي وكان بالمقابل ايضا يستعين بطائفة من المستشارين سحر والكهنة جاءه كاهن فقال يا فرعون لقد رأيت لك رؤية قال لي ما هي قال لي رأيت هناك نار تحرق مملكتك نار تحرق كل شعبك من الاقباط لعدهم الامتيازات وعدهم الخير وينجو منها تلك الاقلية من شعب بني اسرائيل اللي هم يضعفاء ومظلومين ومستكينين فقالهم ما تأويل هذه الرؤية قال تأويلها ان بني اسرائيل سوف يولد منهم مولود يكون سببا في ادرام النيران في مملكتك مملكتك سوف تنهار وسوف يموت جميع الاقباط وسوف ينجو الاسرائيليون فقال ما هو الحل قال الحل ان نقوم بقتل الاولاد الذكور مادم ان الذي سوف سيكون هو هو الزعيم غالبا غالبا يكون ذكر فلنقتل الذكور فصار يدبحوا الذكور كل مولود من بني اسرائيل يدبحونه تصوروا معي ايها الاحباب الكرام القرآن الكريم يقص علينا عن معاناة بني اسرائيل ايام زمان لم يكفي فرعون انه كان يظلمهم وكان يسخر في الاعمال الشقة لبناء الاهرامات وكان يمنع عليهم الخيرات كان يعدبهم عذابا شديد ويذلهم وزاد عن طريق هذه الرؤية انه يدبح ابناءهم وما الذي وقع كتر عدد النساء وقل عدد الدكور فجاء المستشارين يقولون يا فرعون هذه السياسة المتبعة ادت الى زيادة عدد النساء دي البني اسرائيل وقلت الدكور فمن سوف يتحمل الامال الشقة من سوف يخدم كشغالين في البيوت ويخدمون الامال الوضيعة سوى بني اسرائيل فلما استشارهم قال سوف نقوم بعام فيه يدبح الدكور وعام يسمى عام الاسترحام يعني رحمة من فرعون انه لا يدبح الدكور الذي وقع العام الذي كان فيه الرحمة الاسترحام ولد هارون عليه السلام فعاش مع امه العام التاني الذي فيه القتل ولد موسى عليه السلام فسار موسى عليه السلام هو صبي مهدد بالقتل طبعا يقتلون ابناءهم ويستحيون نساءهم لما قل عدد دكور بني اسرائيل كاتر عدد النساء وكن حسناوات وجميلات فكذا فرعون يعطي الامر للجنود بانهم يستبيحوا بنات بني اسرائيل بانهن لسنا احرار يفعلن فيهن ما يشأن تصور مقدر المعاناة والعداب الذي كان يمارس على اليهود في عهد فرعون ربنا عز وجل سوف يأمر ام موسى عليه السلام بان ترميه في في التابوت كما معلوم قصة معروفة عند الجميع وكانت ام موسى كتعمل وحد الحبل ترمي كلما مر الجيوش ترميه في التابوت وتشده بالحبل وكلما كان هناك حمل التفتيش تقوم بهذا العمل يوما ما انقطع الحبل فهرب التابوت وصارت به الامواج حتى صار الى قصر فرعون وهناك سوف تراه زوجة فرعون تفتح التابوت تجد سيدنا موسى عليه السلام صبي كان وجهه منير ومشرق وجميل فطلبت من فرعون ان هذا كانت تلتمس من هدية كادو هدية وفرعون كتخل اي هدية تطلبين اعطيك حتى وزدك دهبا وفضة ولؤل ومرجان قالت له انا هديتي هذا الطفل الذي جاءت به المياه والنهر واليم قدفه الي هذا هديتي اتركه لي قرت عين لي ولك لا تقتله نتخذ ولدا فاذا بموسى الذي كان يقدر له فرعون قتله ها هو القدر الالهي ينجيه بل يدفع به الى بيت فرعون ويتربى في فراجة فرعون وتحضنه زوجة فرعون قصة طويلة سوف نطلع على جزئيتها في صور اخرى لكن هنا نحن في صورة الاعراف القرآن الكريم يقفز على هذه الاحداث ويدب الى السياق السياق هنا لسي سياق صرد احداث بقدر ما هو سياق السراع السراع بين الحق والباطل ماذا قال مباشرة ينتقل كاميرا القرآن تنتقل وتختزر كل هذه الفصول التاريخية لتصور لنا موسى قد كبر وصار النبي وجاءه الوحي وكلف بالرسالة وذهب الى فرعون يقدم له المطالب عنده مطالب دينية ومطالب دنيوية المطالب الدينية انه يطلب من فرعون ان يوحد الله ويعبد الله رب العالمين والمطالب الدنيوية انه يقف عن ادلال وتعديب بني اسرائيل وان يسبح لهم بالهجرة الى ارض اخرى يكون الشعبا ارض مقدسة ويبدأون حياة نظيفة فماذا قال موسى عليه السلام ثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين المقطع اوليا ربنا يخبر عن النهاية شوف جمالية قرآن الكريم يتحدد في المقدمة عن النهاية يقول بان فرعون وملائه من هم الملاء هم الزبانية وزراء امراء مستشارون اقويا اعيان كلهم حول فرعون كلهم يحمون سلطته فرعون وملائه فظلموا بها لو انهم اخذوا بها لنصرهم الله واعزهم الله واكرمهم الله لكنهم ظلموا بها ظلم شديد فانظر كيف كان عاقبة المفسدين انظر يا محمد وانظروا ايها القارئون للقرآن ماذا سوف يكون مصير هذه هذه البلدة وهذا القوم وهذا الشخص قصة موسى غريبة جدا سيدنا موسى ذكر كثير في القرآن لان قصتهم مثيرة فيها عبر وعيضات كثيرة وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي ان لا اقول على الله الا الحق اول قضية سيدنا موسى نطق بها وهو انه رسول من 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 رب العالمين هناك رب واحد واحد لا ثاني له جميع الانبياء وجميع المرسلين كما نذكر نوح وهود ولوت وشعيب وصالح وغيرهم يقولوا يا قوم اعبد الله ما لكم من الي غيره هنا موسى لم يقل اعبد الله ما لكم من الي غيره قال اني رسول من رب العالمين لان فرعون ادعى الالوهية قال انا اله السماء وسليل الارباب فرعون مع العظم اللي اعطاه ربي المال الوفير الكنوز والعساكر وقوة الدفاع وعطاه الصحة والعافية وطن العمر كان قيل عاش ثلاثمائة سنة طال كثير عاش مع موسى لما كان الصبي كان ما زال فرعون كبير السن وحينما كبر موسى وصل اربعين عام السن للنبوة ما زال فرعون قوي وغادي بقى مستمر سيدنا موسى ثلاثة وعشرين سنة في الدعوة ديالو في مصر وما زال فرعون خوي اعطى الله قوة عظيمة يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي ان لا اقول على الله ان الحق يؤكد بانه لا يمكن ان يكذب على الله رب العالمين كل كلام ينطق به موسى حق لان الله تعالى سوف يقول موسى يا موسى اذهب وسوف اجعل لسانك ينطق به سيدنا موسى كان لكن اللسان كان ما يقدر يتكلم فاعطى الله تعالى العهد قال لي غنطلق اللسان ديالك قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من اللسان يفقه قولي قال لي سير يا موسى بلا ما تفكر انت غير وقف وعزم على الكلام ورب العالمين سوف يجعلك تنطق بالحق وهذا شأن الانبياء وشأن المرسلين كل الانبياء والمرسلين كانوا بوسطاء فحينما يتكلم النبي دون تفكير الكلام يخرج منه بالقوة وبالنور الالهي وطبعا بعد الانبياء والمرسلين هناك الاولياء المخربين المبجلين ثم هناك العلماء الناصحين العاملين وهناك الفقهاء الصالحين المبدعين ينطقون بكلام الله حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مع ابني إسرائيل جاء ببينة جاء بالدليل جاء بالبرهان عنده مطلبين مطلب ديني ومطلب دنيوي المطلب الديني أنه يؤمن بالله رب العالمين المطلب الدنيوي الواقعي الاجتماعي السياسي ما هو فأرسل معي بني إسرائيل الله يجعل بركة عدبت هذا القوم سنين طويلة عقود طويلة عدبتهم وهل تعلم من يكون هؤلاء القوم إنهم بنوا إسرائيل من هو إسرائيل هو يعقوب عليه السلام من هو يعقوب يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل حبيب الرحمن يعني هذا الشعب في الأصل هم أبناء نبوة خرجوا من إبراهيم عليه السلام خرج منه إسحاق ومن إسحاق خرج يعقوب ويعقوب أولاده هم كل بني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هنا إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام فهم أبناء نبوة فأخرجهم وأرسلهم يكفي ما وقع عليه من العذاب ومن التدبيح واستحياء النساء وقتل الرجال قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين يا موسى إن كنت عندك شي دليل وعندك شي برهان تفضل اعطيه سيدنا موسى أربيعطها العصى العصى اللي لما سألوا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى واتصوروا معي موسى من رعي الغنم إلى قصر الملك فرعون وغير دخل في حوار ديبلوماسي وسياسي ونقابي وصراح حضاري قوي قال لفرعون أعطيني الدليل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يقال بأن فرعون لما وقف أمام موسى عليه السلام كان فقل الأريكا ديالو ومن خلف هناك سريره بيت نومه لما يشعر بالتعب ويحكم طيلة اليوم يذهب قريبا بيت النوم في سرير أريكا رائعة جدا من دهب وفضة وعاج كان يسترحوا عليها لما قال له أعطي الدليل سيدنا موسى ألقى العصى فإذا هي ثعبان مبين ثعبان عظيم مبين ما معنى مبين ضخم جتة بدأ ينتفخ ينتفخ حتى صار مثل التنين وفتح ثمه واتجه نحو فرعون كاد أن يلتهمه كاد أن يأكل فرعون حتى أن فرعون خاف وشعر بالجزع وهرب ودخل تحت سريره يختفي ويقول يا موسى أطرق احبس احبس هذا الثعبان فإذا هو ثعبان مبين ثم طد للتاني ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يده تخرج كأن قطعة تلج بيضاء نصعت البياض كاد فرعون أن يؤمن لأن فرعون يقال بأنه كان عنده كان عنده إله آخر خفي سري وكان عنده قلادة القلادة فيها ترانيم يقبلها ويستغيط بها حسن ما فيش إنسان لا يعبد ما كينش أي واحد يعبد إذا لم يعبد الله تعالى سيعبد غير المخلوقات حتى فرعون الذي ادعى الألوهية تابت بأنك كان عنده إله سري كاد أن يؤمن لكن الملأ لعنده مصالح وعنده امتيازات وكي استفدأت الوضع ما بغوش فرعون يسلم فأرادوا أن يتير الغضب ويتير الشكوك قال الملأ من قوب فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا ثمرون الملأ هما الوزراء والمستشارين لماذا ندعو في دعائنا نقول دائما للسلطان اللهم ارزقه البطانة الصالحة تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة هذا من أفضل الأدعية التي جرى عليها دعاء السلف الصالح كيدعو مع السلطان اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة لأن هناك البطانة الفسدة التي تتحكم في الأمور تسمى حكومة الظل في كل زمان وفي كل مكان هؤلاء كانوا عند فرعون رغم أنه يظهر أنه حاكم لكن كان محكوم عن طريقهم ماذا قالوا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علم موسى ليس نبي وإنما هو عنده سحر خطير جدا سحر علم يعني متمكن هذا السحر عنده قوي جبار ما هو الحل وقالوا بأنه يريد أن يخرجكم من أرضكم غايته هو أنه يخرج بني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة ويبعدهم عن خدمة عن خدمة الأقباط اللي كانوا الشعب دي الرمسيس الثاني فرعون فمدى تمرون ما هو الرأي تشاوروا فيما بينهم عقدوا إشتماع طارئ وبدأوا يعرضون السيناريوهات ما هو الرأي والرأي الآخر فوصلوا إلى الحل فقالوا لموسى ماذا قالوا قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر علم لإمبراطوريا الفرعونية كانت إمبراطوريا كبيرة فيها العشرات من الأقاليم بل فيها المئات من الأقاليم وكل إقليم يا إقليم جهوية موسعة في ذلك الزمان فرعون غادي يطلب السحرة ويقول لهم السحرة الكبار في بعض الروايات يقالوا بأن عدد السحرة كانت تسعة آلاف تسعة آلاف ساحر وجاب الكباراء للسحرة وكل منهم طلب منه أن ياتي بعصاء تنقلب إلى تعبان غلبوا سيدنا موسى عليه السلام وجاء السحرة فرعون جاءوا عنده السحرة كان يوم عظيم سيدنا موسى قال يوم اللي بدر معي المناظرة يكون في ملأ في الضحى والناس كلهم يحضرون فرعون خلينا فعل فرعون قوي وعنده الطيقة الزائدة بالنفس فمشان واحد ساحة كبيرة بحال ساحة الاستعراض وجمع الشعب القبطي والشعب الإسرائيلي وجمعوا كلهم في محط واحد وجاء السحرة تصوروا تسعة آلاف ساحر مقابل سيدنا موسى الراعي مشهد عظيم لكم تتخيلوا أكبر من أكبر ملعب كرة قدم في زمننا هذا مشهد كبير جدا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين بدوك يشترطوا الاستغلال نحن نقوم بواحد مهمة دي السحر لكن عن طريقها سوف نساهم في الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني للبلد للبلد فلابت تطعيم امتيازات كثيرة قالوا بنا أجر وقالوا بأنهم تزايدوا في الأجور طلبوا 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 بقع أرضيا وطلبوا دغب وفضة ومرجان وطلبوا السلطات وطلبوا امتيازات كثيرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين مش عالمتيازات أتعود قرب لي غتعود مستشارين ديولي غتعود اليد اليوم لديلي أتعود العينية التي أرى بها وأدني التي أسمع بها ولساني الذي أنطق به غتكون مقربين إلي الصحراء فرحوا بعضياتهم وبدوك يهيئوا الأمور قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين شونا غدا يبدأ قال ألقوا فلما ألقوا صحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عليم جاءوا بسحر عظيم القرآن سمد السحر سحر عظيم ما الذي فعلوا الصحراء بدأوا بالترانيم مجموعة من الكلمات يستحضرون بها الأرواح الخبيثة ويستحضرون بها الجن والعفاريت فأول من صحروا صحروا عين فرعون ثم عين غامان ثم عين قارون كان فرعون يجلس عن يمينه هامان السلطة السياسية العسكرية الأمنية وقارون السلطة الاقتصادية قبضة أمنية وقبضة اقتصادية فكان فرعون يجلس في الوسط وعن يمينه هامان وعن شماله قارون فالسحر أول ما بدأوا سحروا أعين فرعون وملائه ثم سحروا عيون الشعبين الشعب القبطي والشعب الإسرائيلي ثم بدأوا في الأعمال ديالهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس لم يسحروا السحر في حدته الساحر ما الذي يفعل الساحر هو لا يقوم بفعل حقيقي هو يسحر أعين الناس كي توجه العين للبشر الرائية مش المتاع اللي يسحر فيه أو المكان اللي يسحر فيه كي توجه الدماغ والخيال ديال البشر باش يتوظم ويتخيل الأشياء فسحروا أعين الناس واسترهابوهم الاسترهاب ما معناه داروا البخور داروا التقوس داروا الترانيم واحد المشاهد مخيفة كتجعل الإنسان أنه كيخاف وكيتكمش وكيقول ربما يربي السلامة هو رغل تمتيل في تمتيل فارغ واسترهابوهم وجاءوا بسحر عظيم سماه القرآن الكريم سحر خطير عظيم سيدنا موسى خاف قالتش كتير عليا تسعلاف ساحر اللي هو جبار وعندما التقوس والاستعنى بفرعون أنا أرعي الغنم أنا أرعي الغنم وأنا ضعيف وأنا ما عندي القدرة لاتش كله ويقول لله تعالى إنك بأعيننا أنت معك الله رب العالمين وجنود الرحمن وما أعظمها وما أكترها سيدنا موسى إتوكل على الله تعالى وغيرت قوة وأوحينا إلى موسى أن يلقي عصاك يا الله موسى سوف تلقي العصا بأمر الله رب العالمين فإذا هي تلقف ما يفكون العصا مباشرة أرمه سيدنا موسى وملقوا الحبال ديانهم والعصي ولد كل تعابين ولد كل أفاعي وكل أفاعي يقال بأن فيه أمطار طويلة حتى اختطت الأفاعي فيما بينها الأفاعي اختلطت دخلت شفشي وشفوا الناس كأنها جداول جداول من الأفاعي ومشهد مرعب مخيف الأفاعي في كل مكان والتعابين في كل مكان قوية وتنتفخ وشعر السحرة بالنشوة لكن سيدنا موسى ألقى عصاه لكرعبها الغنم فإذا بيتتحول إلى تعبان عظيم جدا فإذا بيتلتهم جميع التعابين في لحظة واحدة فإذا هي تلقف ما يفكون تلقف أي تلتهم غد تكل كل شيء فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الله تعالى هو الحق وغيره الباطل الله تعالى يعلو ولا يعلى عليه اللي عنده السحر واللي عنده التابعة وكيقلب العلاج بعيد هذا أحمق العلاج في القرآن وفي ذكر الله العلاج في الوضوء وفي الصلاة كلام الله يعلو ولا يعلى عليه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لقد انقلبوا صاغرين عرفوا بأن هذا ليس ساحر عرفوا بأن هذا ليس عنده أساطير الأولين لا يسحر الأعين وإنما استطاع أن يفعل عمل حقيقي وليس مجرد تمثيل وألقي السحرة ساجدين السحرة مباشرة لما رأوا هذا المشهد الكل سجد لله رب العالمين قالوا آمنا برب العالمين الفطرة السليمة لا تحتاج إلى أدلة ولا مراهيم كل إنسان منا بداخله فطرة سليمة متازالت الأغشية ومتازالت الستائر المظلمة تبرز الفطرة المشرقة هذا ما وقع للسحرة كانوا سحرة أيديهم وأرجلهم كانوا منغمسة في السحر والشعودة والضلالات لكن مجرد أن رأوا رأوا مشهد عظيم مباشرة آمنوا بالله قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون من قبل النسك قلوا ربنا وفرعون إلهنا وفرعون مجدنا وفرعون لكن هنا قال رب العالمين رب موسى وهارون سينتفض رمسيس الثاني فرعون سوف يغضب غضبا شديدا ويشتط في غضبه وقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم المجلس الفرعوني لا حركة ولا سكون إلا بأمره كان معروف بأن أي حركة أي سكون أي ابتسامة اللي بغي يعتص خصوية اتسنا الابن فكان عنده واحد السلطة مدهلة قال آمنتم له قبل أن أدن لكم أمام الملأ وأمام الشعبين القبطي والإسرائيلي تعلنون هذه النتيجة قبل أن أعطيكم الابن فإذا به فرعون يتهمهم باتهام خطير ما هو الاتهام إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون اعتبر بأن هذا كل مكر ودير سيناريو جاء مباشرة للمستشارين وجاءة الاستخبارات دل زمانه قالوا لابد أننا نبحث عن صيقة لكي نحمي مياه وجوهنا فقالوا بأن لا شك أن موسى هو كبير السحرة وأنه عنده صفقة تجارية مع هؤلاء السحرة أجمعهم ليصلوا للهدف وهو أنهم يخرجوا بني إسرائيل من مصر فسوف تعلمون وهددهم أشنوى التهديد من قبل مناهم قلما أعطيكم الرزق الوفير نعطيكم الأموال لكم أجر عظيم واتكونوا من المقربين نعطيكم الدهاب والفضة ونعطيكم الخيرات لكن الآن لما غضب قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين أخطر عقاب ممكن يتصوره الإنسان العقاب الذي عقب به فرعون السحرة قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يختار اليد اليسرى مع الرجل اليمنى كي يخليك يتعدب هكذا مقطوعين من خلاف مشيش توازن لأن التوازن الأيدي والأرجل تطعن إسان توازن قطع الوحد يد اليمنى ورجل اليسرى يطح أيضا بحل شجرة نخل خاوية هكذا فعل بهم ثم صلبهم في جذوع النخل جبت النخلة وكيد خلوا وسط النخلة داخلك يسد عليه فماذا قالوا قالوا إن إلى ربنا منقلبون جمع الاعتقاد بأن بعد الموت كما كانت حدثهم سيدا موسى أن هناك البعث وهناك النشور ما قيمة الموت الموت هي مجرد محطة محطة انتقال من عالم الفناء إلى عالم البقاء الصالحون والأنبياء والمرسلون والأولياء المقربون ما كانوا يخافون من الموت لأنهم يعلمون هي مجرد معبر إلى الدار الآخرة ينقلبون إلى من إلى رب العالمين قالوا إنا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين تصوروا أيها الأحباب الكرام أن هؤلاء السحرة سيصيرون فقهاء في لحظة حتى قال العلماء قال لك أول أول من عدب بالصلب وعدب بقطع الأيدي والأرجل من خلاف هو فرعون هذا العداب لم يكن مشهور في التاريخ أول من سوف يعذب الناس عدب شديد ما حكم عليهم بالإعدام ولا حكم عليهم بالسهن كان على الأقل يحكم عليهم بالسهن ويستتابوا ربما يغيروا الأراء ديالهم ويعبروا على خطأ موقفهم لكن فرعون مباشرة عقاب أليم أول من 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 قطع الأيدي والأرجل وصرم في النخل هو فرعون والعياد بالله فالغريف الأمر أن هؤلاء السحرة قالوا العلماء بدأوا يومهم سحرة دجالون مشعودون في أول نهار هذا الحدث كان مع الضخة يعني مع التروت صباح تقريبا بدأوا حياتهم ذلك اليوم وهم سحراء وهم مشعودون ضلون دجالون لكنهم انتهوا بعد العصر انتهوا إلى شهداء انتهوا إلى أبرار انتهوا إلى أخيار ودى العلماء قال لك معرفته عدبا قد يكون الإنسان في لحظة من أهل السوء وأهل الضلال فينقلب إلى أهل الصلاح ومن يدري من يدري أن السحرة ليعمروا كلهم في الفساد والظلم والشعودة شوافا ولا فقير كدير الحروزة ودير الدنوب ودير المعاصي من يدري لعل الله تعالى في يوم أو بعض يوم يقرب عقيدته ويصير من الصالحين من الأخيار والأبرار هذا ما وقع للسحرة لقد انتهوا من أهل من الشهداء وما تنقن ومننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ثم لما وقعد الحدث فرعون وما حوله من الزبانية والملأ والمستشارين خسروا يتحركوا لابد أنهم ينقذون مملكة فرعون العظيمة وقال الملأ من قوم فرعون أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك اعتبروا بأن سيدنا موسى مفسد في الأرض سيدنا موسى أشقع لهم قال لهم الإيمان برب العالمين وقال لهم اسمح لي ببني إسرائيل يخرجوا من أرض العبودية والذلو الهوان فاعتبروا بأن هذا إفساد وخطر يهدد أمن وسلامة الدولة قالوا قال سنقتل أبناءهم فرعون سوف يحكم ما هو الحكم الفرعوني ردا على هذا الصنيع قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون بني إسرائيل تعرضوا في محطتين إلى هذا الفعل الشنيع المحطة الأولى عند أولاة موسى كان فرعون يقتل أبناءهم ذكرانهم الدكور ويستحيي النساء بقوع النساء بالرجال وكان يأخذ أموالهم يذلهم هذه المرحلة الأولى عند أولاة موسى الآن بعد مرور أربعين سنة أربعين سنة ما زال نفس النهج يقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون شوف قرآن العظيم كيك عبر لأن بني إسرائيل تعرضوا للقهر الشديد في أهد سيدنا موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يولثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نهاية القصة في هذا المقطع سيدنا موسى لما رأى بأن هناك البلبلة وهناك الخوف والدعر قد انتشر بين بني إسرائيل سمعوا القرار الفرعوني حكم للتنفيذ وأن يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستمر في إدلالهم وقهرهم كلهم شعروا بالخوف شعروا بالرحشة شعروا بالدعر سيدنا موسى أعطى الله التبات في الموقف وأعطى التقى بالنفس قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا اللي خاف يستعين بالله إذا استعنت فاستعين بالله واصبر اصبر جال خير مرحبا جال شدة مع الصابرين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ختاما يقول بأن أي سيناريو عنده نهاية حقيقية وهي أن الختام لأهل الإيمان وأهل اليقين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أي أن النهاية كل من اتقى ربه وكل من استقام هكذا أيها الأحباب الكرام في هذا المقطع من سورة الأعراف يحكي لنا القرآن الكريم عن قصة سحرة فرعون إيمان سحرة فرعون وإن شاء الله تلاف الأسس فيما يستقبل غدا وبعد غدين نتكلم عن تقلبات النفس البشرية عند بني إسرائيل من مقام إلى مقام إلى مقام مقامات غريبة ومقامات وسياقات مدهشة ومؤثرة سوف يسأل القرآن الكريم نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإمام ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيام ويجعلنا من عباده الراشدين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة